فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وإذا قلت ردها لآن قالوا تحجرون علينا وقالوا من تب أوصية يقولوا من تب أوصية على الناس طيب نحن نبلغكم رسالات الله نبلغكم كتاب الله وسنة رسوله ما نحن أوصية بل الله وصانا بهذا الله جل وعلا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وإذا خذ الله مثاق الذين قوت الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فنحن الله وصانا بهذا وصانا بأن نبلغ وأن نبين للناس وهذا لأجل الإشفاق عليهم ومصلحتهم أو من أجل الترأس عليهم أو احتقارهم أو نحو من ذلك ولا يظن بحذاق الأطب والمهندسين إذا حذروا من المتعالمين أنهم يحجرون على الناس